بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم يا دكتور انا رشيت النهاردة فيدت وكانت النتيجة بالمنظر ده هو اللي على اليمين ده هو حصل نتيجة انه هو زود التركيز في الفيديت واللي على يسار ده هوت بقية البيت المنطقة اللي مترشتش تمام قبل ما نبدأ ياريت نسمع الفيديو ده للاخل لانه فيه معلومات كويسة هتستفاد منها ده رقم واحد رقم اتنين يعني بنتمنى ان احنا الحالات اللي هتجيني على الواتساق ابو مشابه دي على فكرة حاجات حالات حية وبتحصل والمزارع بيستفاد منها احسن يمكن من الفيديو التقليدي فعشان كده باذن الله تعالى اي حالة تستحق ان الانسان يعني تستحق ان هي تتنشر يعني او فيها معلومات كويسة باذن الله تعالى نوعيدكم بان احنا نعملها فيديو علشان تتعلمها قدامك صوت بصورة زي ما انت شايف كده هو تصدق ان هتستفاد منها جامد دي اول حاجة تاني حاجة من الساش اه العهد اللي بينكم وبين بنورامة زراعية اه ان اه تدعموا القناة اه قناة كل المزارعين العرب ونبدأ على بركة الله الحان يا دكتور اذا رشيت الفيديو الفيديو ده جماعة ايه اللي الناس ما بتطعفوش صورته اللي قدامك ده هي اللي هي الفيديو ده اربع وعشرين الفيديو ده هوت يا جماعة مبيد نيماتودي تمام؟ بيستخدموه برشا على الاوراق او بنضيفه في الجزور تمام؟ طيب بيستخدموه طبعا لجنس النيماتودي خصوصا جنس النيماتودي التعبد الجزور اللي عمل لنا مشاكل ده هوت في البيوت المحمية وخارج البيوت المحمية اللي هو الجنس اللي ملوده جايد زي ما بيقولو عليه تمام؟ طيب هو ايه اللي حصل وطالما هو متاح ليه ايه اللي حصل يعني في العرض اللي قدامنا ده؟ اول حاجة حبه طم من حضرتك انه هو مش هيحصل حاجة تمام؟ وانه اي حد فينا معرض لانه يحصل له انتكاسة زي كده تمام؟ يعني انا عن نفسي من خمس سنوات حد اقنعني صاحب مشروع يعني اقنعني ان انا ارش البرون بتركيز عليه شوية عمل نفس المنظرة كده وكان خيار لو ابوزه كده يومين ثلاثة برجع تاني ده اولا يعني انطمنك المشكلة يعني اقصى اسبوعه بيرجع الوضع طبيعي خالص ما فيش اي مشكلة خالص واللي حصل ده جماعة مش تسمم مش حالة تسمم اللي على يمين ده اللي على يصار ده الجزء اللي ما ترشش اللي على يصار ده الجزء اللي ما ترشش اليمين هو ده اللي ترشه حصلت فيه المشكلة اللي على يمين ده ما فيوش اي مشكلة خالص يعني ثلاثة اربعة خمس سنوات اسبوع اقصى وبيرجع زي مكان تاني ما فيش مشكلة يعني بديا ولكن بره هيعطلنا شوي عن النمو اول نصيحة انا عند الفيضة تمام النصيحة بتاعت الفيضة او المكتوب عليه بقولك من اتنين لاربعة لتر كل هكتار ركز في ديت كويس واسمع للاخر اسمع للاخر بقولي من اتنين لاربعة لتر لكل هكتار طب الهكتار ده قد ايه 10.000 متر يعني ايه يعني تقريبا فدنين وتلت يعني فدنين 38 من 100 تمام يعقل فدنين ونص يسيدي تمام تمام طيب يعني ايه يعني كل فدن لو قلنا له 400 لتر مية يعني المفروض هو هيكون لكل لتر في الخدبارك هو بقول من 200 من اتنين لتر اتنين لتر دي الجرعة المنخفضة الاربعة لتر دي اعلى اعلى حاجة ما تحطش اكتر منها رشا على الاوراق تمام فلو قلنا الهكتار ده الفدن بترش بيه 400 لتر مية يبنا محتاج للهكتار قد ايه محتاج له تقريبا 1000 لتر مية يعني هو المفروض نحط بقد ايه بمعدل 4 سنتي او ميلي زي ما تسميها لكل لتر مية تمام يعني الالف احط له قد ايه احط له 4 لتر تمام اخونا الفاضل حط 5 لتر 5 ميلي لكل لتر 5 ميلي لكل لتر انا بقول له انت حطيت قد ايه قال لي والله انا حطيت اه حطيت اه في حدود من اه حطيت 100 ميلي على الرشاشة اللي هي العشرين لتر تمام يبب هو حط 5 ميلي او 5 سنتي لكل لكل لتر مية تمام فالجرعة دي تعدت حتى الجرعة العالية تمام طيب حصل الوضع ده طب هو لو قلل هو بقول لك يعني خيره الامور الوصف هو بقول لك من 2 ل اربعة طيب النبات اللي عندك ده او انا صغير مستحملش الاربعة حتى تمام يبقى كفاية عليك 3 تمام دي حاجة الحاجة اللي عندك كمان ده اصلا ده النبات اللي قدامك ده كمان يعني متحملش ربعمة لتر مية فعشان كده يا جماعة الخير الموضوع يعني محاط بمخاطر كتيري اول حاجة عشان نرش او نشتغل في العالم ده فيه شوية حاجات فيه شوية حاجات اول حاجة شوف حالة الارض من ناحية المية فيها مية تحتها مية ولا لأ الوقت اللي انت اخترته انك ترش فيه هل كان الجو حر ولا مش حر طيب المبيد اللي انت اخترته اساسا هل فيه كان فيه مبيد ارخص منه خد بالك من دي كوي مبيد ارخص منه وهيقوم لي بنفس النتيجة برده تمام يبا كنت رشيت هتقول لي لأ هو اخونا بيبرج بيقولك انا رشيت علشان اشيل السقيبة المصة تمام العنكبوت طبعا هم كتبين ان هو الشركة المنتجة بتقولك ان ده للاسف للاسا قبل مصة ان كان الجاسد ولا ان كان الزبابة البيضة او المنة او الحاجات دي بضيعة تمام بقول لي انا رشيت علشان يستفد بيه فوق وهيستفد بيه بره في الجزر طبعا الكلام غير منطقي بالمره تمام ليه لان انا النهار اللي مبيد ده سيستمك معروف ان هو جهازي يعني هترش فوق هترش تحت وهيطلع هيطلع بس ايهما افضل لو حط في الجزر هيطلع فوق اكتر تمام هيسمم النبات كله لمدة سبعة ايام معروف ان هو هينزل عن نماتودة دي الغرض الوحيد او الغرض الاقوى في ان انا ارش البيضة ان هو يأثر لعن نماتودة السقيبة المصر لا ده انا عندي مبيدات كتيرة تانية ربينا مديقش عليك عشان تستخدم البيضة للسقيبة المصر اذا فانا الافضل عندي ان انا احطه في التربة تمام وكده كده اساسا اي ايه اي ايه 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 اه ايه 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 ا النبات لسه صغير حتى لو مبيت حتى الفترة مقابل الحصول بتاعة عشر خمسة شروم النبات عندك لسه صغير ما تروش براحتك ما فيش مشكل خالص في القصة غير تمام فانا دي 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 رقم واحد انا احط برضو احط المبيت في الجزور علشان يعني المعروف ان هي جرعة حطينها ليه الجزور مش مش هتعمل لي مشكلة خالص تمام آآ غير كده كمان آآ اقتصاديا يا جماعة احنا بنزرع النهاردة علشان نكسب تمام رحت لخبير زراعة خبير زراعة خضر تمام يتمح مياه وتعالى اقول له يا عم الخبير انا عايزك تزرع لك زرع ولا اروح في منطقة اللي انت فاهم حالها تمام والناس رايحة جاية تقول لك الحج وفلان والمهندس فلان والترتان وفي الاخر اطلحت محصول ولكن النهاردة التكلفة عالية يبقى انا ما عملتش حاجة انا عامل المشروع عشاكل منه ماما 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 اكل اكل البيتي والولادي ومشروع تمام طيب رحت انا حطت جنيه تمام خدتوا خمسة وتسعين قرش يبقى انا ما كسبتش طيب المفضل حد جنيه اخدوا جنيه وعشرة ساق تمام او اعطت دولار اخدوا دولار ومت سنت انا اخدوش اقل ميت سنت لا ده مش منطق فكل واحد فينا يحاول يصخر الظروف لصالحه هو يعني انا شايف اللي حصل اه يعني اداريا مش مزبوط والموضوع مش مش حلو بالمرة يعني مع ان اللي هي التجربة بسيطة واموره بازن الله تعالى تتعدل شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وراجاته اشتركوا في القناة